ملخص مباراة الزمالك وانبي اليوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم متابعين الاعزاء قدم فريق انبي على فريق الزمالك اليوم بهدف نظيف في الشوت الاول بواسطة هدف علي فوزي في الدقيقة 39 وفي الدقيقة 61 سجل اللاعب جون ليكون نتيجة المباراة خسارة الزمالك بهدفين نظيفين وقد شهدت مباراة اليوم التي انتهت منذ قليل اداء مميز من قبل الفريقين من بداية صافرة انطلاق المباراة حيث قدم الفريقين اداء قوة ومحاولات متعددة على المرمى منذ اللحظات الاولى في المباراة حيث يسعى نادي الزمالك الى الحفاظ على المركز الاول في ترتيب الدور المصري برصيد 41 نقطة والذي يتفوق على الغريمة التقليد النادي الاهلي الذي يتواجد في المركز الثاني في ترتيب الدور المصري كما بدأ فريق انب المصري في المركز التاسع في ترتيب الدور المصري برصيد 20 نقطة اعزاء المتابعين وكده وصلنا لنهاية خبرنا اليوم وقال لكم دمتم بامان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته